يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم مساء اليوم نظيره الكاميروني بملعب جابوما في ذهاب دور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر 2022 هذا وتكفلت السلطات الجزائرية بنقل نحو 1500 مناصر جزائري إلى الكاميرون وقال وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبجاج إنه تلقى ضمانات من السلطات الكاميرونية بأن الأنصار سيتم استقبالهم في أحسن الظروف حيث سيحضرون المباراة بدون صعوبات